اشتركوا في القناة وبالتالي لو جي رئيس بدعم شعبي قليل زي ما حصل كده 51% ولا 49% اللي هيحصل انه لن يستقر ابدا عشان يجي رئيس ويستقر من وجهة نظري يلزموا دعم شعبي واسع يعني ايه دعم شعبي واسع؟ يعني يكون عنده من التأييد الشعبي على الاقل اللي احنا بنتكلم فيه شوفناه بعينينا 35 مليون مواطن مصري وقفين في ظهره لما زبانية جهنم بتاع الاخوان جول ينزلوا في الجامعة ولا ينزلوا في التحرير ولا ينزلوا في اي مكان يوم ما يحتاج شعبه في ظهره يلاقيه؟ الرئيس اللي جاي هيواجه توارث اقتصادية وهيواجه مخاطر امنية وهيواجه هيبقى مطالب عشان يحمي الدولة وشعبها يطلع قوانين حاسمة هديكوا شايفين قانون التظاهر بعد البهدالة اللي احنا شايفينها من شبيحة الاخوان وغير شبيحة الاخوان مفيش حال تعارف يطلعه في الحكومة لما يجي رئيس ويقول له احمينا كشعب طلع قوانين عشان تحمينا لو ما كانش مؤيب بدعم شعبي واسع مش هيعرف يطلع قانون واحد مفيش واحد من المرشحين اللي دي قال اسمائهم ما احترامي لشخصهم يحظى بدعم شعبي واسع دعم شعبي واسع يعني ايه؟ يعني عادة كبير من المصريين شايفينهم هم الحلم والامل بتاعهم دي حاجة بقى بتاعت ربنا الفريق اول عبد الفتاح السيسي لم يكتسبش ده عشان واقف وقعدي رد الشعارات انا الزعيم وانا دي حاجة تلقائية جاء رقم واحد من اداء العمل في 30 يونيو يواما بعدها رقم اتنين القبول اللي هو حاجة بتاعت ربنا لاحد يعرف يصنعه ولاحد يعرف يعمله الرئيس اللي جاي عشان يستقر محتاج هذا الدعم الشعبي احنا عايزين الفريق اول عبد الفتاح السيسي لاننا لم نرى اي شخصية سياسية كائنا من كانت وهنا انا مش بقول بقى سياسية بس او حتى عسكرية تحظى بهذا الدعم الشعبي الواسع يعني الموضوع اخواننا ما بقاش عند المصريين شخصية عسكرية والسلام ما بقاش كده الموضوع بقى عبد الفتاح السيسي مع حفظ الالقاب بشخصي وبقى عبد الفتاح السيسي بزاة الانفراض المسلحة ما بتشتغلش القائد لوحده واحنا عارفين ان الجيش كله شارك في 30 يونيو لكن التركيبة المصرية جبلت على فكرة القائد والزعيم والتركيبة المصرية كانت بتبحث كل التلسيين اللي فاتوا دول على القائد اللي يعبر عن حلمها كنا بنشوفها كان كل ما يظهر اي واحد يحاول يعمل معركة كان الشعب يقول هو ده ويلتف ويحاول يلتف الوحيد اللي اثبت انه قادر على انه يؤدي هذا الدور في طموح المصريين وقادر على الانجاز جوه منهم ناس مع الاسف يعني بس انا مش عايزين نعمل من كلهم كده في جزء تم غرسه بالزاد جوه الالترس وكلمة جزء دي مش معناها بعض اشخاص عشان يوجهوا الرأي الجامعي وكده وفي ناس تانية لا عادية ناس طبيعية بس بتتأثر بالافكار والكلام اللي بيتقال فاحنا دورنا ايه بقى دور سواء كان السياسيين او وسائل الاعلام انه هم لازم يعملوا عملية توعية معكسة لاني خلي بالك الالترس فيهم شباب وقفوا معانا في الصورة محنش قدر ينكر دول وبعد البرلمان انا شاركت معهم في اكتر من فعالية من فعالياتهم وفيهم ناس نقية جدا بس متسابين من غير ما يكون فيه اي قوة سياسية بتحاول تاخد طاقتهم دي وتحطها في طاقة ايجابية تكون بتخدم الشعب المصري بجد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر